أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية والشؤون الشباب بالانتصار الذي حققه فريق قرطبة الإسباني على خيرز بورتيفو بنتيجة أربع مقابل صفر في الدوري الإسباني وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن مسيرة قرطبة الإسباني بالرئاسة البحرينية تسير وفق مواصلة تحقيق أهداف الفريق في ظل المستويات البارزة التي يقدمها الفريق في الدوري مشيرا سموه إلى حرصه على دعم الفريق من أجل تحقيق كامل الأهداف وبين سموه أن الروح العالية التي يتمتع بها الفريق دافعا لتحقيق المزيد من المكاسب في الدوري خلال الفترة المقبلة متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح في الجولات المقبلة هذا وعزز قرطبة الإسباني صدرته للمجموعة الرابعة بعد فوزه رافعا رصيده إلى 43 نقطة ترجمة نانسي قنقر